طبعا شاشة رمضان بتاخدنا بقى لأعمال كتير جدا ضيفي هو الفنان طارق النهري والحقيقة الفنان الكبير طارق النهري التقيته رمضان اللي فات كان رجل طيب كده والشر على قده لكن السنة دي قرر انه ينزل بكل الشر يعني قالك اذا كنتوا فكريني طيب لا تعالوا بقى في المعلم عامل دور حلوة جدا مع الفنان الكبير مصطفى شعبان وفي جودر غلبان جدا طيب وغلبان وحنشوف ايه اللي هيحصل الفنان طارق النهري منورني كل سنة وانت طيب كل سنة وانت طيبين خلاص احنا بقى عندنا معات سنوي مع بعض هنا يعني نعرف ايه اللي بيحصل اكيد طيب انت يعني من جعفر العمدة يعني كان عندك شر بس ايه كنت برضو منكسر من ولادك من اللي بيحصل لكن قررت تبقى انت شرير في المعلم هي تغييرة طبعا جميلة جدا استفزتني ان انا اغير شكلا وموضوعا وكل حاجة في التغييرة ديت احنا اتعودنا الشريك لقي ده انا شنب ومش عارف عامل ازاي صح صح ووشه لا انا اقول لهم لا انا عايز اغير الملامح تماما ورجل مسابسب وجميل وبتاع ستات وبيدلع فالمخرج هو والاستاذ عمر درديدي المؤلف يعني مرقص عادل او المؤلف اجتمعنا على حاجة واحدة وعالحالة والحمد لله ان احنا طلعنا بيها بالشكل ده وقت يعني الحمد لله فكرة بقى تجارة السمك والعالم بقى اللي انتو معايشنا فيه يعني امكان ده برضو عالم جديد وحلو في الدراما عامل صورة حلوة قوي قوي اكيد تخلمني عن كواليس بقى المعلم طبعا هي حكاية سوق السمك من زمان من فترة انا بحب الصيد جدا فبيستهويني جدا السمك وصيد السمك وكده فلما جات الفرصة بقى ودخلت بقى نعمل سوق السمك فبدأت استمتع بان انا قاعد مع الولاد اللي احنا جايبين ناس بجد من حلقة السمك وسمك بجد ونقعد نتناقش في انواع السمك وحكته وحالته انما دراميا الموضوع سري جدا شعبيا واجتماعيا فلاقينا في الحاجة زي بيقوليك الضالة المنشودة اللي احنا اعيزينها يعني سواء الشركة المنتجة او الاستاذ مصطفى شعبان والمؤلف عمر درديري واحمد الشواف والمخرج مرء سعادل اجتمعوا على حدوتة وتوليفة هيلقوا فيها سراء شديد جدا في العلاقات الدرامية في الصراعات في الشر في الخير في الصورة كمان رائعة والصورة طبعا يعني انا مش قادر انسى محمد خالد والمجهود اللي عملوا عشان يطلع الصورة الجميلة دي بجد انا عايز اقولك انا استمتعت مع الناس دي لانهم مجموعة كبيرة جدا فعلا كفاحنا كفاح عصيب جدا وكنا بنبات ليالي في الاستوديو ايو عشان يطلع الشغل بهذه الجوزة عشان يطلع الشغل اللي احدى اشتركوا في القناة